اهتمام كبير بمخراجات القمة الأمريكية الأفريقية يشارك فيها سيادة الرئيس عبدالفتاح سيسي وركز سيادة الرئيس خلال هذه القمة على الموضوعات اللي بتهم الدول الأفريقية طبعا في ظل التحديات العالمية القائمة تعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية دي نقطة مهمة جدا نتكلم طبعا بتفصيل أكتر عن مخراجات هذه القمة ولقاءات سيادة الرئيس مع المسؤولين في واشنطن معنا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف صباح الخير عليك يا سيادة جمال صباح الخير يا فندم على حضراتكم وصباح الخير على كل سيدة مشاهدي يا أهلا بك يا فندم هي قمة وكان في لقاءات سيناية كثيرة جمعت رئيس بعدد من القادة والمسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية نبدأ بمخراجات هذه القمة يمكن الدولة المصرية منذ عام 2014 بنجد أن هناك حرص شديد من القادة السياسية المصرية على الحضور الفاعل في كافة الملتقيات الاقتصادية الخاصة بالقرار الأفريقي رأينا السيد الرئيس في برلين في الصين في إنجلترا في اليابان وبالتالي أيضا اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية لحضور القمة الأمريكية الأفريقية ومن ثم هذا نتاج حرص مصري لإيجاد رؤية شراكة حقيقية مع القارة الأفريقية تلبي تطلعات أشعوب الأفريقية وهذه الرؤية في الحقيقة وجدناها حاضرة منذ عام 2014 ومن ثم أعتقد أن هذه القمة مهمة للغاية بتأتي كما أشار السيد الرئيس في كلمته بالأمس أنها تأتي في توقيت استثنائي ومهم للغاية القرار الأفريقية كشعوب مختلف دول العالم بتعاني تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية والأمن الغذائي بل ربما تكون هي المتضرر الأجبر ويمكن هنا الإشارة لعدد المتضررين من الأمن الغذائي مثلا وكما جاء في الكلمة بنتحدث عن 800 مليون مواطن حول العالم تلتهم من القارة الأفريقية عشان كده أعتقد أن اهتمام مصر بهذا الملف وإيجاد رؤية مصرية حاضرة في القمة الأفريقية الأمريكية وطرح السيد الرئيس لخمس محاور رئيسية كمحاور إنقاذ للشعوب الأفريقية من تبعات الأمن الغذائي أعتقد أن هي نقطة مهمة جدا السيد الرئيس تحدث عن خمس نقاط بهم طوق النجاة الحقيقي إذا أردنا أن نحصن الشعوب الأفريقية من تبعات الأزمة الخاصة بالأمن الغذائي السيد الرئيس تحدث عن أول حاجة تخفيف التبعات الخاصة بها الديون الموجهة للقارة الأفريقية نتكلم على للأسف الديون المكبلة بها القارة الأفريقية أكثر من 250% من نتيجها الإجمالي أو مما تنتجها هذه القارة وبالتالي رقم كبير للغاية وبالتالي على المجتمع الدولي هنا أن يرى هذا الأمر بعين الاعتبار وأن يخفف بالفعل من تبعات هذه الديون ليفك هذا الثقل من على القارة الأفريقية ويجعلنا تنطلق هذه نقطة النقطة الأخرى السيد الرئيس تحدث عن محور أيضا في غاية الأهمية ويمكن حتى بايدن أشار إليه في كلمته بايدن تحدث عن أن القارة الأفريقية تمتلك الموارد للزراعة تمتلك الأراضي وتمتلك المياه السيد الرئيس هنا تحدث بقى عن طب تعالوا استثماره تعزيز الاستثمار في مجال الزراعة خاصة مع الشركاء الأجانب أنت عاوز تبقى شريك حقيقي للقارة الأفريقية تعال بقى ساعدني فيما أنا محتاجه يعني أنا محتاج بنية تحتية محتاج استثمار في مجال الزراعة محتاج بنية تكنولوجية وغيرها من الأمور محور أيضا في غاية الأهمية وهو ما يتعلق بتعزيز التعاون التجاري والتعاون الاقتصادي بشكل عام ومن ثم انتقلنا لمحور في غاية الأهمية وأحد مسببات في الحقيقة إذا كان هناك عاملين يمكن أن نرتكز عليهم فيما يتعلق بالأمن الغذائي في القارة الأفريقية ففي عامل خارجي لا علاقة بالأوضاع العالمية وإننا كلنا متأثرين زي العالم ولكن في أيضا عامل داخلي لا علاقة بالأمن المائي وهنا السيد الرئيس ربط الأمن المائي بالأمن الغذائي وربطهم بالمظلة الأكبر وهي الأمن القومي عشان كده نتكلم على أن الأمن المائي في القارة الأفريقية مرتبط ارتباط وثيق بالأمن الغذائي والصراعات في القارة الأفريقية بسبب المشاكل فيما يتعلق بالأمن المائي في مختلف أرجاء القارة خطر كبير جداً بيهدد الأمن الغذائي في هذا التوقيت بالتحديد حتى وإذا كنا نخفل مخاطر ما كنا نتصارع عليه في الفترات الماضية يجب علينا أن نرى الآن المصلحة الأعام لأشعوب الأفريقية وأن نترك هذه الصراعات ونذهب جميعاً إلى تنمية شاملة إلى إنقاذ حقيقي من ويلات الأمن الغذائي لأن إذا استمر الأمن المائي مهدداً أنا أعتقد أن ده لمخاطر كبير جداً على الأمن الغذائي ومن ثم على الاستقرار بشكل عام أيضاً المحور الآخر والذي له علاقة بالتغارات المناخية وهنا مصر لعبت طبعاً دور كبير جداً باستضافاتها كوب 27 والسيد الرئيس حتى أوضح ده في كلمته وإيجاد التزام من الدول المتقدمة لأن لاجب علينا أن نتحمل تبعات التغارات المناخية ونحن نعاني من هذه الأزمات ويمكن مع هذه المحاور أيضاً السيد الرئيس طرح سؤال مهم جداً أو تساؤلات مهمة جداً لها علاقة بكيف لقارك أفريقيا لا تنتج غذائها وكيف لأمة لا تنتج غذائها سوف تحصن الحاضر وتبني المستقبل هذه تساؤلات للشعوب الأفريقية أنا أعتقد قبل حتى الخارج علينا أن نتدبر هذا الكلام في هذا التوقيت الحساس والمهم للغاية عشان كده أنا شايف أن الرؤية التي وضعتها الدولة المصرية بالأمس من خلال كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة خاصة بتعزيز الأمن الغذائي كانت خارطة طريق وطوق نجاة إذا تزمنا بها كخارطة أو كرؤية أفريقية نقدمها للشريك ليس فقط الأمريكي للشركاء الدوليين بشكل عام سوف نستطيع أن نحصل على المكاسب التي يريدها يعني يريد أن يحققها المواطن الأفريقي أولاً طيب أستاذ جمالينكين لو تبعنا الصورة الأكبر وتبعنا حتى نبرت الحديث لقادة خلينا نقول قادة الغرب بشكل عام عن ليل أن النبرة مختلفة في السابق كانت النبرة أو النظرة لأفريقيا نظرة المستفيدين أن أفريقيا تستفيد من دول الغرب الآن النبرة مختلفة نبرة العكس يعني أنه في تحدي بالعكس على سبيل مثال تحدي للولايات المتحدة الأمريكية أنها تدخل مرة أخرى للقارة الأفريقية وتقدر أن هي تقلل من فجوة الثقة المبينة الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا وتقدر أن هي تصابق بعض الدول اللي سبقت ووسطت لأفريقيا فالنبرة تغيرت تماماً على سبيل مثال جو بايدن رئيس الأمريكي جو بايدن تحدث عن فكرة زيادة التمثيل الدول الأفريقية في المحافل الدولية حضرك شايف النبرة دي إزاي وإيه اللي هيترتب على تغيير هذه النبرة طب بداية أنا أبتدي من فكرة فجوة الثقة لأن فجوة الثقة ولدت من فجوة الزمن نتكلم على ثمانية سنوات ما بين القمة الأولى والثانية وبالتالي هناك مش عاوز أقول الغياب ولكن تراجع نوعا ما في العلاقات الأمريكية الأفريقية ترجمتها حتى الأرقام نتكلم على استثمارات قبل الثمان سنوات دي أو تبادل تجاري ما بين القرى الأفريقية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية كان بيتخطى المية أربعة وستين مليار الرقم ده رجع أو تراجع لأربعة وستين مليار ده دليل أن هناك منافسة شارسة استطاع جانب آخر أن يحظى بالثقة لأنه اهتم بالمحور الاقتصادي أولا عشان كده العودة الأمريكية الآن للاهتمام بالسوق الأفريقي جاءت وهي تعدل سياسات الدخول في السوق الأفريقي عشان جده وجدنا في هذه القمة أن الاقتصاد أولا كنا دائما نرى الولايات المتحدة الأمريكية بتتحدث بلغة الشعارات السياسية الديمقراطية وتعزيز الديمقراطية وغيرها من الأمور ولكن الآن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت أن هذه الشعارات لا تثمن ولا تغني من جوة في الشراكة الأمريكية الأفريقي الجانب الأفريقي يريد شراكة حقاقية وطريقة التعامل اختلفت لأنه فيه كينات اقتصادية أخرى نمت وكبرت ودخلت بالفعل إلى أفريقيا والشعارات اختلفت فيه تنافسية بالضبط أصبح هناك تنافسية على السوق الأفريقي وده في الحقيقة أن أيضا اللي ساهم فيه أن الجانب الأفريقي اتزن سياسيا لم يعود ينحاز ناحية الشرق أو ناحية الغرب وده مهم جدا أن لا نحول الشراكات مع الشركاء الدوليين إلى عودة هيمنة جديدة للدول الكبرى على القرار الأفريقي وده النقطة الفاصلة في الشراكة الحديثة ما بين القرار الأفريقي وما بين مختلف أقطاب دول العالم ساهم نقول برضو ونحن نتكلم عن استفادة الولايات المتحدة الأمريكية إدارة بايدن تريدها الأخرى تحقيق مكاسب بعد انتخابات تجديد النصفي وترجع مرة تانية تحاول إصلاح ما أحتاثه ترامب وإدارته بالتأكيد يعني الولايات المتحدة الأمريكية مستفيدة طبعا أول حاجة عادت قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الوجود في كافة النقاط الجغرافية حول العالم كدولة كبيرة وغيابها طبعا عن القرار الأفريقية والسوق الأفريقي ده أمر طبعا يعني ليسمح لي القوى الأخرى أن تتواجد وأن يكون لها مساحات تواجد حتى اقتصادي طبعا فصلا السوق الأفريقي سوق غني سوق بكر ما زالت موارده موجودة وغنية ومتجددة زي ما بنتكلم طول الوقت وسوق كبير كمان وأضيف على ذلك كمان سوق آمن لأنه هو مش طرف في الصراع الدولي وبالتالي هو سوق استهلاكي طوال الوقت هو بنتكلم على أكتر من مليار مستخدم ومستهلك هم طوال الوقت محتاجين للمساعدة في البنية التحتية وحتى المنتجات الاستهلاكية والتكنولوجيا وغيرها من الأمور وبالتالي أنت تتكلم على سوق هو متأثر قابل صراع الدولي ولكنه ليس طرفا في هذا الصراع وبالتالي أنت طول الوقت محتاج الشركاء الدوليين سواء الغربين أو الشرقيين ومن ثم أعتقد طبعا والولايات المتحدة الأمريكية سوف تستفيد من الجانب الأفريقي كسوق آمن في ظل أن هناك الآن أسواق أصبحت غير آمنة زي طبعا الأوضاع في شرق أوروبا أو حتى في بحر الصين الجنوبي وبالتالي الجانب الأفريقي الآن مع كمان وجود الآن تجارب أفريقية بارزة وصاعدة بنتكلم على مصر بنتكلم على رواندا بنتكلم طبعا على جنوب أفريقيا وغيرها من الدول هذه التجارب أيضا الأفريقية الآن بتأخذ بيد أيضا دول أفريقية أخرى وهناك الحمد لله الآن تصاعد في التجارب الاقتصادية الأفريقية ومن ثم الجانب الأمريكي أنا أعتقد أنه أيضا رابح وبالتالي حتى المجازلة السياسية الحركة أشرت إلى فكرة الوعد الأمريكي بمساعدة القرار الأفريقية فيما يتعلق بيدخول إلى مجلس الأمن كعضو دائم أو الوجود في قمة أو مجموعة العشرين أيضا كعضو دائم كلها نعم حديث سياسية ولكنها بتبدي النواية الحسنة من الجانب الأمريكي أن هناك بالفعل رغبة في إيجاد شراكة مبنية على الندية وعلى التفاهم أن الجانب الأفريقي الآن أصبح أكثر نضوجا وأكثر قوة وأكثر تقل على صعيد صناعة القرار الدولي والإقليمي على الجانب الأفريقي أن يحافظ على هذه المجتسبات وأن يحافظ على هذه التوازنات السياسية وأن يجعل شراكته شراكة بها نوع من أنواع الحياد الإيجابي أنا لا أنحاز لأي من الأطراف الدولية بل أتجه فقط لتحقيق المكاسب المشترك عظيم الفترة اللي فاتت المنطقة كان فيها صراعات وكان فيها حالة من عدم الاستقرار مصر كان يدور كبير جدا في إرساء السلام وكان فيه شهادة من المسؤولين الأمريكيين وإشادة بما قدمته مصر خلال الفترة الماضية كيف تغيرت النظرة الأمريكية إلى مصر وجهود مصر وكيف أن تعتمد هذه الدول على مصر كرمانة ميزان زي ما بنقول يعني دائما بنشوف أن تصرحات كل مسؤولين الأمريكيين حتى رئيس بايدن بيتكلم أن مصر هي ركيزة الاستقرار والأمان في منطقة الشرق الأوسط وفي أفريقيا أيضا يمكن اللي دفع المسؤولين الأمريكيين أن هم يبدوا يتحدثوا عن مصر كونها ركيزة استقرار سواء في الشرق الأوسط أو في الجانب الأفريقي هو استخدام مصر آليات أيضا جديدة في دعم الاستقرار مش بس النشاط الدبلوماسي والسياسي اللي في الحياة ملحوظة واللي كلنا بنشوف نتائجه على الأرض الواقع ومن خلال سواء زيارات الدبلوماسية الرئاسية التي يعني تجوب مختلف أرجاء الإقليم أو من خلال النشاط الدبلوماسي المصر ولكن هناك أيضا آليات أخرى أنا أعتقد أنها أيضا كانت أكثر تأثيرا في ترسيخ السلام أن مصر ربطت التنمية والإعمار فيما يتعلق به وقف النزاعات والصراعات الدولية والإقليمية عشان كده حتى في الجانب الأفريقي وجدنا مصر أنشأت وكالة الشراكة من أجل التنمية رسخت لفكرة أن الاستقرار والتنمية أحد المصارات الرئيسية لدعم وقف النزاعات في القرار الأفريقية عشان كده كمان مصر حظيت بشهادة أفريقية حينما حظيت برئاسة استضافة المركز الخاص بالتنمية ما بعد النزاعات والصراعات الخاص بالأتحاد الأفريقي أيضا مع ده كان فيه جهود لمكافحة الإرهاب حقيقية في القرار الأفريقية بنتكلم على استضافة القاهرة لمركز تدريب وتأهيل خاص بجموعة ساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب بنتحدث عن دعم كمان لكل اتفاقيات السلام سواء في السودان في جنوب السودان في أفريقيا الوسطى في مختلف أرجاء القرار الأفريقية إذن أنت كمان دخلت الأعمار والتنمية كأحد مصرات دعم الاستقرار الحقيقية عشان كده مصر الآن شريك تنموي مهم جدا لشركاء الأفريق بنتكلم على سد جولي سنريري في تنزانيا بنتكلم على مشروعات الرئية في جنوب السودان وغيرها من المشروعات أيضا أربط ما بين تفرطك التنموية وما بين القرار الأفريقية بنتكلم على طريق القاهرة كبتاون اسكندرية فيكتوريا أربط السيكاكي أربط الكهربائي كلها مشروعات قرية مصر بتخوض تجربة مهمة جدا لدعم هذه المشروعات إذن نحن نتحدث بس على المصاري السياسي ولكن أنا أعتقد أن كمان المصاري التنموي والرؤية التنموية المصرية والدبلوماسية الخاصة بالأعمار إذا جاز التعبير التي تنتهجها الدولة المصرية في ترسيخ السلام والاستقرار هي اللي بتخلي هناك ثقة مش بس من أمريكا من كل شركاء الدوليين أن الرؤية الدبلوماسية المصرية رؤية شريفة رؤية بالفعل بترسخ للسلام لأن ترجمتها رؤية وقعية يعني رؤية وقعية بعيدة عن الشعارات بزرعة محادثة تحدثت ربطنا المصارات كلها ببعض إن كانت المصارات الاقتصادية بسياسية وهي دي حقيقة الأمر بس ما قبل كنا بنسمع شعارات فقط طيب برضو في نقطة مهمة جدا سيدة الرئيس الحقيقة في كل المناسبات وفي كل المحافلة الدولية دائما ما يصر ويؤكد على يعني أهمية وضرورة حل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية فكرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا أشعر إلى هذه النقطة في هذه القمة مرة أخرى يمكن بالتأكيد القضية الفلسطينية حاضرة في كافة لقاءات سيدة الرئيس سواء مع شركاء الدولين أو الإقليمين أو في كافة المحافلة الدولية هي القضية المركزية الأولى ويمكن دائما بتذكر كلمة للسيدة الرئيس في الأمم المتحدة في أولى خطابات السيدة الرئيس في الأمم المتحدة نحن نتحدث أن حل حالة القضية الفلسطينية سوف يتباح حل حالة لكافة قضايا الإقليم وبالتالي هذه هي العقيدة المصرية فكرة أن إذا كنت تريد البحث عن حل حقيقي وتهديئة حقيقية في الشرق الأوسط عليك أن تذهب إلى القضية الفلسطينية وتجد حل جزلي لهذه القضية عشان كده هو ده السبب الحقيقي لوجود القضية الفلسطينية على أجندة سيدة الرئيس في كافة لقاءاته سواء التنائية أو الإقليمية هي القضية المركزية أنا أعتقد أنها مش بس لها تأثيرات على الصعيد العربي ولكن حتى على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الدولي لأن هي قضية أصبحت قضية مزمنة وطالة أمد الخلاف فيها وبتالي علينا أن نحي مصار السلام وأن ننجد هذه القضية كأحد سبل إيجاد التهديئة في الصراعات الدولية في هذا الوقت الرهن شرس جمال في أي مرحلة بتمر العلاقات ما بين مصر والمتحدة الأمريكية في أحسن مرحلة ويمكن الدلالة على كده حتى سيد رئيس بلقائه الأمس مع الرئيس بايدن على هامش قمة تعزيز الأمن الغذائي ده اللقاء الثالث خلال هذا العام إذن هناك تعزيز لهذه العلاقات عودة الحوار الاستراتيجي العام الماضي أيضا جعل هذه العلاقات تنطلق إلى أفاق اقتصادية رحبة للغاية انطلاق التبادل التجاري ليصل الآن إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار ما بين الدولتين واعتدال الميزان التجاري لأن هذا مهم للغاية ومصر أصبحت من برضو المصدرين المهمين جدا للولايات المتحدة الأمريكية فده أمر بلغ الأهمية إدراك الجانب الأمريكي أو لويات الحاجة المصرية في الشراكة ودخول للولايات المتحدة الأمريكية كشريك مع الدولة المصرية في الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة وحتى في مجالات الطاقة بشكل عام وغيرها من مشروعات البنية التحتية ده بيؤكد أن الشراكة الآن أيضا انتقلت إلى مرحلة بلغة الأهمية أنا أعتقد كمان بعيدا عن الشرق الاقتصادي الشرق السياسي بيشهد تفاهم كبير جدا وإدارة بايدن حتى منذ اللحظات الأولى بتشيط بالدور المصري سواء تجاه القادرة الفلسطينية أو كما كنا نتحدث منذ قليل عامة يتعلق بترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة عشان كده وجدنا بعد التهديئة في قطاع غزة وجدنا اتصالين ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين الرئيس الأمريكي وأيضا زيارات مكثفة ما بين واشنطن وما بين القاهرة الكثير من المسؤولين الأمريكان أتوا إلى القاهرة من التكلم على قائد القادرة المركزية الأمريكية وزير الخارجية وغيرهم من المسؤولين إذن قنوات اتصال أصبحت أكثر امفتاحة وأكثر تطورا وانعكست على سواء التفاهمات المهمة جدا في القضايا السياسية أو تعزيز التبادل التجاري أو الاعتماد على مش بس الرؤية المصرية ولكن على التحركات أيضا المصرية في ترسيخ الاستقرار في المنطقة وهذا بيتضح بشكل أساسي فيما يتعلق بتصرحات كافة المسؤولين الأمريكيين بكل تأكيد يمكن زي ما حضرت تحدثت يا فندم عن أهمية هذه القمة ويمكن التوقيت كمان تحديدا أنها تأتي كمان بعد القمة العربية والخليجية والسعودية الصينية يعني زي ما احنا شايفين وحضرت تحدثت أنه فيه تحرك مصري في كافة الاتجاهات وعلى كافة الأصعادة وأيضا ربط المصارات ببعض كلها يعني ما يعكس الوقعية الوقعية الدبلوماسية المصرية بذكر حتى الجزيل شكرا طبعا أستاذ جمال رائف الكاتب الصحي في نوارتنا في سبع الخليل مصر شكرا لحضراتكم وإنكم كنت سعيد جدا وأنا معاكم وشكرا لكل سادة مشاهدة